لم يجد حزب الاصلاح طوال تاريخه السياسي الممتد اربعة وثلاثين عاما دقيقة واحدة من وقت فائض لينشغل بالهواميش او ليخوض معارك جانبية تحاول ان تشغله عن اقدار الكبار التي جادت بوجوده فمنذ لحظة تأسيسه حزبا سياسيا يؤطر لاوسع حالات الاجماع الوطني التزم الاصلاح نهجا وطنيا ثابتا الرؤية والمسار سديد الرؤية رشيد الخطو ليرى فيه قطاع زاخر من الشعب غايات الغد اليمني المنشود من امد بعيد اندفع الاصلاح بكل ثقله واشواق الناس الى خضم الواقع منشغلا بهم المجتمع وشاغلا مواقع النهوض به عبر الوسائل الممكنة والقانونية التي تعمل تحت مظلة الدولة واعينها الرسمية في الرقابة والاشراف ولم يقدم الاصلاح برامجه الانتخابية بلغة دعائية ولا ثم شعارات براقة بل ظل منطقيا على الدوام متحدثا بلسان الجماهير ومعايشا من ارض الواقع لكل ما لديهم من شؤون وشجون ولم يترك الاصلاح مساحة فراغ ستؤثر سلبا على واقع المجتمع الا ملأها بحضوره المبتدر بمجالات التعليم وبناء الانسان وتطوير القدرات المهارية ومكافحة البطالة والفقر عبر جمعيات العمل الخيري ومشاريع الدعم والكفالة وعبر المعاهد العلمية والمدارس الاهلية حقق الاصلاح اعلى معايير الجودة في مخرجات التعليم كما رفد الساحة اليمنية بنماذج عالية التأثير في مضمار التنوير ورفع الوعي المجتمعي المعاصر وسيظل للاصلاح صدا خالدا في مسامع الدهر من دوي اصوات كتلته البرلمانية في مجلس النواب التي صدحت بصوت الشعب في تبني مطالبه ومقارعة الفساد وفي جبهات الدفاع عن الجمهورية ومعركة استعادة الدولة لا يزال الاصلاح سقي التضحيات برصيد مفتوح مؤمنا بحظه من قدره الكبير وبكونه حزب المغرم الوطني للمغنم السياسي